متى يجتمع الرئيس التركي بنظيره السوري؟ سؤال باتت إجابته تقترب أكثر من أي وقت ففي مسار خريطة الاتصال بين أنقر ودمشق يبدو أن قطار التطبيع ماض في سكته وهي خريطة طريق ترتكز على عدة محطات الأسبوع الماضي شهد لقاء غير مسبوق منذ 11 عاما يجسد خطوات مهمة في التقارب التركي السوري فبعد لقاء وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في موسكو بمشاركة قادة أجهزة الاستخبارات كشف وزير الخارجية التركي عن اجتماع مع نظيريه السوري والروسي منتصف يناير الحالي مشيرا إلى أنه قد يعقد في بلد آخر تقارب متسارع وتفاصيل تتكشف عن اللقاء الثلاثي الأخير فتركيا وافقت على الانسحاب الكامل من الأراضي في الشمال السوري وأكدت على احترامها وحدة وسلامة الأراضي السورية في الاجتماع أيضا أنقرة أكدت أنها لم تعد ترحب باللاجئين السوريين فعودتهم كانت على رأس الملفات اجتماع موسكو بحث أيضا وفق مسؤول تركي لرويترز أمن الحدود والعمل المشترك بين أنقرة ودمشق لمواجهة ومكافحة ما وصفه المسؤول بالإرهاب الذي تمثله قصد وداعش وباقي التنظيمات صحيفة الوطن السورية المقربة من النظام أكدت نقلا عن مسؤولين سوريين أن الأطراف اتفقت على اعتبار حزب العمال الكردستاني ميليشيا عميلة للولايات المتحدة وإسرائيل وتشكل خطرا على سوريا وتركيا تفاهمات ألقت بظلالها على شمالي سوريا حيث رفض المسؤولون الأكراد المحليون مخرجات لقاء موسكو الثلاثي وعودة النظام منددين بما اعتبره منح الشرعية للنظام